وقدم طون خليفة موسيقى مساء الخير الإبداعات اللي تسجلت باسم المرأة يمكن تفوقت على إمكانات الرجال بكل المجالات المرأة أبدعت وبكل المجالات المرأة أثبتت إنه باستطاعتها إنها تكون الرائدة ولكن بمجتمعات ذكورية متل مجتمعاتنا كل إبداعات المرأة بتضيع أمام تخلف ينسب إلى محاذير وهمية كتيري الليلي ما رح نحكي بس عن إنجازات المرأة الفكرية والثقافية والاجتماعية لتناولوها كتير بالإعلام إنما رح ناخد كمان جانب آخر وهو التحدي الجسدي لأثبتت فيه المرأة إنه هي أيضاً ممكن تتفوق فيه على الرجل بمهام كنا بنعتقد لحد مبارح إنه بس محصورة بالرجال خلينا نطلق هاشتاج المرأة وخلينا هلأ نشوف شو في بحلقة الليلية أنا بشت الميكانيك موتسيكات بتتوقي موتو؟ طبعاً كل بابا وده لك يلحقوني أنا بصلح موتير موتيرات كهرباء بلاتينات شي دوبلي كرانج جنزية صدر بخروط شو بيعمل المحروس؟ بحير بودر كسيان بيضات أمصار جنوطة زيت يوصل على باب الطيارة تطلع له ست هي الكابتن سيداتي سادتي مرحبا معكم قائد الطائرة السيارة ما بيعطي الصور بيسألوا الطائرة شو أسوأ تجربة صارت معك بالطائرات؟ راكب صار معه هارت أتاك على الطيارة شو صلاحيتك على الطيارة؟ كل شي لماذا لا يحق للمرأة أن ترفع الأذان في الإسلام؟ لماذا لا يوجد كاهن إمرأة؟ لماذا المرأة هي المفروض تتحجب تم تصير غريزة الرجل؟ طول لبالك لماذا تثار الغريزة بالنسبة للمرأة؟ هل المرأة تثار من تحت أو من فوق؟ إذا كانت المرأة يشعى فينا إلا ما تتحجب لماذا الراهبي كمان؟ حتى الراهبي يجب أن تتستر بهذا الشكل هذا أمر مستطري إلا تدرس الشريعة بيحيي ليه؟ إذا أنت عم تصيّله الله والمرأة وقفتها بتاع بتصليه أنت ماذا عم حال تاني؟ لماذا أنتم كنساء اليوم على الجبهات؟ لابد من حمل السلاح لن يدخل داعش إلا على جفتي أين الزواج بحياتكم؟ لأنا متزوجة من قضية كبيرة أنت قلت لن أبكي إلا فرح الحمد لله هلأ عم ترجعي فيك؟ كل دا بكيكي هلأ؟ يا بنهار يا بوقع يا بعمل شيء بحييكم وبذكركم بهاشتاغ هالحلقة المرأة إذن الهاشتاغ المرأة وبتمنى أنكم تتفاعلوا معنا حول هالهاشتاغ كيف بتنظروا للمرأة وشو بتعني لكم المرأة متل ما سبق وقلنا راح نركز بحلقة اليوم مش بس على الأمور الفكرية وعلى الأمور الثقافية كمان على الأمور الجسدية بأماكن بيقولوا أنه ست ما بتقدر تكون بهيدا المكان لأنه هيدا المطرح هو للرجل هيدا الشغلة ما بيقدر يشتغلها إلا رجال هيدا الشغلة خلقت للرجال مش للنسوان ولكن سميرة كنعان اللي بندوها بمعلم سمير وأمينة عجوقة اللي بندوها بأبو علي اثنين هن غيروا هيدا المفهوم سميرة مساء الخير مساء النور ومعلم سمير ولا سميرة لبدك يا ما بيزعجك لما يقولوا لكم معلم سمير كلهم بعيدوا لمعلم آه طيب خلينا نتعرف على سميرة بهالروبورتاج موسيقى أنا بشت الميكانيك موتيكات بلشت بهاي المصلحة من الثمانينات كانوا جيراني يركبوا مقلتي يعني هادي خلقت بيقولولي خلقت لرجال قللون أنا لا ما خلقت لرجال إما قلت له لجوزي بدي أشتغل بهاي المصلحة قال لي لا ما عنا نسوين بتشتغل بهاي المصلحة بالأول تستغرب الزبين إنه ما في مرة شو مرة شو بدي فهمها بهي المصلحة مصلحة قاسية وكلها لرجال وصعبة ما كانوا يوصعوا أبداً بهاي المصلحة بك تنسي حالك إنك أنت مرة أنت رجال بدك تكوني قدة وقدود تتخلصي مع الزبين وبس تتخلصي مع الزبين تخلصي شغلتي ساعتها قنوستك ببيتك مش بمصلحة قبل الشيطة له شغلي صعبة وش بدك مش شغلي لأنه عنا بلبنان ما درجة الموديلة دا صممت لأ أنا بتحدى بلبنان إذا في مرة بتفرط متار شقفي شقفي وبتركبه مثل سميرة ما فيه طبعا مفتخر مدامتي أنا مفتخر فيها طبعا اه يا سميرة اه شو بيشتغل جوزك سميرة؟ معي مصلحته هاي اه هاي مصلحته أنت فتت على مصلحته؟ أنا فتت على مصلحته ضربت عليه ضربت عليه وتفوقت عليه؟ وتوفق عليه مين أشتر أنت ولا هو؟ بلاك تسأله إياه بتصلحي من وراء شكلك وبيخرب أنت بتصلحي من وراء يعني هيك بدك تقول ليش قررتي تشتغلي هالشغلي سميرة؟ عندي رغبة فيها بحبها هاي أول شغلة عندي رغبة فيها بحبها وبحب المرة تشتغل يكون عندها طموح بالحياة بلش نقايت هالشغلي ما نقايت الشيء أسهلك؟ عندي إياها هاي دي أنا اللي رغبة فيها ولو إنها قاصية وصعبة وفيها وبتواجه فيها كتير أشيء بس بحبها هاي وبتعرفي بكل شيء بالميكانيك؟ كل شيء عندك من الألف ومية للخمسين سسة هيدا البقبة يعني كله ما أنا بقبة ألف ومية شو يعني؟ ألف ومية كتانا يعني؟ كتانا الله إيه وأنت بتقبية كمان؟ ليش لا؟ بتسوقي موتو؟ ايه طبعا مش موبيلات؟ موتوسيكل كبير بتسوقي؟ طبعا ما أنا كنت قبة كنت قبة؟ كنت قبة؟ كنت قبة ودلك يلحقوني والله كنت تقبية عراملي عرامشة وهلأ؟ هلأ هلأ صار في عنا ولاد بدنا نهتم فيهم شو عندي كوليت اسم الله؟ عندي بنوت بس الله يخلينك يا أدي عمره؟ سبعة عشرين سنة طب إذا أجت بنتك بدأ تشتغل الشغلة بتخليها؟ هي حبتك إذا نزلت عالجاراج وقلتك أنا بدي أشتغل معكم هي حبت بدأ تشتغل أنا مردية ليه؟ لأنه أول شغلة هيدي المصلحة قاصية وبدك تكون قدة وقدود والمجتمع اللي إحنا فيه بيفوت عليك أشكال وقلوان البنت ما بقدر تخلص مثل المرض سيارات بتقدري؟ بتصلحي سيارات؟ ولا بيختلف في الموتور؟ أنا بصلح بس موتيت موتيرات كهرباء أه موتيرات كهرباء كمان بخروط أيوة عندي مكانات خراطة بخروط علي اه شو بيعمل المحروس؟ المحروس بقوله روح أمل لي غراضي إذا أنت كل شي بتعمليه؟ بقوله أمل لي غراضي وإجا نزرك بالشغل بيساعدني بس تعوض الزبونات علي بيحبوكي؟ أي كله يعني أنا عم تصور؟ بقوله بدنا ساميرا ما بقوله ساميرا بدنا سامير وينو؟ معلم سامير بتسوي الموتور بتروح يتجربيلون إيه؟ طبعا كيف دعتيه قبل للمجاربو؟ لازم جاربو وشوف يعني اسحب فيه مسافة منيحة ما يكون فيه قطشة فيحطها في شيء من شو القطشة عادة أنا بتجيه؟ قطشة بتجيك بلاتينات هلأ صرنا نحن ما بقى بلاتينات هلأ إلكترون كله إيه؟ إجا بنزيم عم بيوصال له مضبوط كهرباء تجي القطشات هيدول ثلاث أشياء وابو علي كيفك يا أمينة؟ ماشي الحال تمام؟ تمام ماريك الموترة جاي يقولولي خيفيني طالع على التلفزيون شو؟ أنا بخويف؟ لا يلا خلينا نتعرف على أمينة أمينة كان مجال السيارات هو الميكانيك والوليد الميكانيك بتغيير بوضر كيسيون، بيضاط، أنصار، جنوطة، زيت، ومساجلات بشتغل بالكهرباء، بركب صات من جوا أصار إشي عشرة سنين أكثر من عشرة سنين بشتغل بهذه المجال وأعادة موسيقى موسيقى سوف نذهب إلى الصالون وتجميل الباب بزبة حالي وايك أصص ألحطني كياج و بزبة شعري ضافيري ما كنت عم أشتغل بكسينة أو شيء مرة رحت أنا وزرفي إصهر أتعطنا السيارة راح دولابة فتستغرب هو إنه ما قدر يفكي الدولاب فكيته عنه أنا موسيقى كانت تشتغل قبل بضار أزياء وما نسجمت معهم صارت حبة أن تشتغل بشيء اسمه سيارة وبشيء اسمه دولاب لقد قتلنا أنه معه رأي ده مجروحة ومبين من صوته أنه في قلم عم تحكي صلعت بأمينة عم تجلي وقد ما عندها عصر قوي بتشد على الكبية هيك وتفوت لأزاسي بأي ده بعدين عدا عن هيك أنه أوقات بصير فيه شغلات بين الموظفين عندنا موظف ما كان منيح بتفاجأ عبي طلع صريخ وبمركد لشوف شو عم بصير بلايه عبي يأكل قتلة من أمينة وزنمي كبير شو المشكلة عادة بالنسبة للأقل ما بقبال عايبة علي أنه هي بلد وأنا قادر أني غير الدولاب هادي ليش شو بتختلف الفنت عن الشاب المهم تصلح للدولاب كله شغل مناش حادة مثل هالعالم عم تشهد على الترقات شو منيحة مني أنه تركها هي تفك عذاء وتشد هيك ما حلوة أنه أنا شاب عم تفرج عليها عم تشد دولاب وتشك دولاب لأ أنا بتفك عنا وبقول شي أمينة نعم كيف تا وصلت لهما؟ مضبوط كنتي عرض أزياء وبعدين ما كنت عرضها كنت بشتغل بمحل ألبسة هن بيعرضوا أزياء وهيك سأنت اسم الله عليك يريد تقافي شوي بس بس يعني أمينة جسم عارضة أزياء يعني بكل ما للتفضلي بكل ما للأنوسي من معنى نعم ورغم هيدا الشي شفناك رحتي على مهنة ما بتشبه الأنوسي يعني كيف اخترتيها لهي الماني؟ حبيتها هواي شو اللي خليك تحبيها؟ أول مرة اشتغلت بهيدا الموضوع كنت بشتغل بمحل ألبسة نعم ترك اختلفت أنت ويهن اختلفت أنا ويهن ضربت لك 3-4 زمونات مثل ما كنا عم نسمع هلأ بالتقرير ايه؟ ايه تفاجيت اشتغلت بمحل بالجراج بالجراج ايه تفاجي لك عالطريق اه ديليفيري يعني ايه ديليفيري ممكن تعملي ديليفيري ساميرا؟ لا ما بقدر اترك مصلحتي هي مش يعني إذا واحد قالك أنا معي موتو مطور هلأ ايه 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 عاطل الموتير معه ايه بقول لي ساميرا أنا مثلا عاطلي معي الموتسيك محل فلاني شو ما فيك تجيبها بقول لي لا طيب بقوله أنا جاهلة عندك بيخد عطيه عشان تبروه ايجا كانت شغلتها هيني كهرباء شغلتها ماشي ايجا موتير لا بقول له تفضل انتع على المحل لك عجار ايديك قدي بتاخدي عجار ايدي ايجا موتو كبير ايه ميتين وخمسة وسبعين دولار الالف ومية بديك حدا يشتغل معيك انتي قدي عجار ايديكون وش كتير حسب الشغل اذا قليا اذا عم فك قليا وجايبها هو زبون او نحنا عم نركبها 10 دولار مش كتير غالي عجارنا بتضارب عليك لا كل مصلحة الى الشي كل مصلحة الى الشي نحن سيارات هي موتو سيكلات ايه انتوا سيارات هي موتو سيكلات خلينا نشوف هي شغلتها كمان هيني مش قاسي شغلتها مش قاسي يعني لا لا ايه مين شغلتها مش قاسي يعني هيني عن الموتسيق سيارة ايه اه كتير لا لو الموتار فيه عساس كتير فيه دوبلي كرانج في عندك تقسمات في عندك صببات في عندك جنزية صدود فيه اشياء كتير ايه موتو سيارة كمان فيه ايه بتسكي موتو سيارة اه كمان نفس الشي بس عندك انت واسي على اكبر ترتاحي فيه اكتر بس الموتار الموتسيق الالف ومية فيه اشياء اكتر من السيارة السيارة بس فيه بلا مؤاخذة صببات كولاس ليش بلا مؤاخذة يعني متناش يعني متناش تخضع كلمتي فيها كينة لا 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 ليه بلا مؤاخذة بعدين عندك شور تحت مصبوط صح وبيركبوا البستونات بس لا الموتسيق فيه دوبلي كرانج فيه اشور كمان على اكتر فيه فرشات عندك الفتاس شغل الفتاس مش هاي شكرا لالك سميرة شكرا لالك خلينا نشوف كمان مجموعة تقارير لسيدات بمهنن نفس الرجال خلينا نشوف نحن ويكون عالم تصليح السيارات بطل حكر على الرجال فهلو مريم أثبتوا جدرتهم بيع المجال بعد ما طلقت كان لازم يعني أدولي شغل أني يعيش منه وأعيش عيالي يوم اشتغلت في السيار عبتني السالفة أتعلم في المكايل تشتغلين في السيار تأخذين السيارة تكونين دقيقة تطالعين شو الأعطال اللي فيها بعدين تشتغلين فيها ومن تصليح السيارات لتصليح المولدات مع أم أحمد حتى شيحنة النفيات تولد قيادتها حنان أما جميلة فخرجت عن المألوف واتجهت للعمل بقطاع البناء والله إذا خلاني أشتغل في هذا الشغل الشاق الوضع الصعب مفيش شي معيل للدار يعني موسيقى وفي سيدات اختارت بيع الغاز ومين قال المرة ما بتنافس الرجال بين جارة والإحدادة حتى المسحراتي صار مسحراتية مسحراتي من أقاراتي بنده ونادي على أولاد بلدي وبمصر سارة وإسراء نزلوا على ساحة المنافسة وسيقوا التوك توك والرجال سلموا روسهم للنسوان القص ليه تكنيك معين مش أي حتة عشلة بالماكنة ومش أي حتة عشلة بالمقص اللي بيحدد لي ده شكل الواجه نفسه بالملامح إن كل وش مختلف عن الدين ومين المرة اللي ما بتخاف من النحلة قليل بيشتغلوها النسوان يعني بالإجمال النساء شوية بتخاف بلشت استغل بلشت هواية بعدين تعلقت فيها وصار شغل يعني صار عندي تعلق تير قوي فيها وأسا عطريق الاحتراف مش احتراف ومن النحل لتدريب الأسود حاجز الخوف ما وقف في وجه النوساء أما جورجات فغطت على الكل بتحديها لرجال مجبورة أنا أشتغل لحالي وأعمل حالي بحالي يعني ما فيني أبتكل على حدا فت مصلا بالأول وزعت خبز على البيوت هون بالبترون بيت وبيت يعني وبزيت الوقت جيني زارة بفوت بشرطة البلدية بالبترون فت بالشرطة كمان الحمد لله كتر خير الله شو ما إجي بسوق بيكاب بسوق فان بسوق كاميون هلأ عم بشتغل ع تاكسي كمان ومع الفان هيدا كمان بياخد طلبات فيه المرة إذا قصدت بتعمل أكتر من الرجال يعني بالشغل بالأسا تتحمل أسا حتى أكتر وبتحدى الرجال حتى الشغل هيدا اللي عم بيشتغله أنا بفتخر فيه موسيقى موسيقى لواني حبيب خمسة موسيقى يعني ما بعرف شو بيكون شعور شخص هو أورادي بيبقى مرعوب إنه طالع الطيارة أو فكرة السفر جاي براسه إنه أنا مسافر بيبقى قبل بليلي مش نايم عامل بانيك إنه أنا مسافر بيتكل على ربه مرة واثنين واثلاثة وأربعة وبيطلع على درجة الطيارة بيوصل على باب الطيارة بيتطلع هيك بتطلع له ست هي الكابتن بالطيارة هلأ شو بيحس ما بعرف آآ أنا هذي هالتجربة صارت معي شخصيا آآ يعني أنا معروف عني إني ماني كتير صاحبة مع الطيران هلأ مشي الحال من الفترة أنا لما شفت آآ الكابتن رولا حتيت آآ مبسطت أنا شفتك عم تضحك إيه أنا مبسطت بس السؤالي وين الموضوع اللي بنضل نحنا نقوله إنه الستات اللي كانوا طالعين ييه مرة سيئة يعني اطلع هيك إنه بد ما هنه يكونوا مبسوطين يعني يقول العكس مفروض يكون ييه مرة سيئة كابتن أنا بدي يرحب فيك تانكيو ليش هالثقة ببعض كن من هالأدو لا لا أنا ثقة أكيد كتير بس أنا بقول هيدا عم بقلك الحق عليكم لأن من نحنا وصغار بتربونا شو؟ إنه خيك بيقدر يعمل هيك خيك فيه خيك كذا وإذا ما لا نقول بديوا يعلموا واحد بالبيت بس بيعلموا خيك ما بيعلموا البنت بق أنتم ربينا بطريقة من نحنا وصغار إنه نوسق بالرجال أكتر من المرأة يعني ما الحق علينا الحق عليكم بس عم نكسر القاعدة نحنا هلا بس كل الدراسات أثبتت إنه الأمور اللي عم تستلمها الست أو المرأة عم بتسجل فيها نجاحات كتير كبيرة بتتفوق على الرجل عنديك خي؟ عندي خي وكابتن كمان كمان كابتن ليش متفاجئين العالم إنه ست بتسوق طيارة؟ عم نعمل لها الرهجي يعني هلأ مثلا عم حطوا لي خبر إنه أعلنت شركة طيران الإمارات إنه القبطان نيفين درويش المصرية نجحت في قيادة طائرة الإمارات العملاقة من طراز إيرباس A 380 برحلة من دبي إلى فيينا لتكون أول إمرأة عربية تقود هذا النوع من الطائرات يعني ليش دايما هاي المفاجأة إنه إمرأة والله سيئت طيارة إيرباس 82 يعني لأنه لأنه نحنا تعودنا وربينا بمجتمع إنه هالوزيفة حكر على الرجال بس وحتى عمش بس من مجتمعنا الشرقي كهال مهنة يعني بيعتبروها حكر على الرجال لأنه كذا سبب بيأثر على هالشي كذا عامل أول شي طبيعة مهنة الطيران شوي صعبة لا بدأ قوي جسدية بس طبيعة حياتها المرأة بالنهاية دورها الأول أم يعني هيدا قد ما جربنا نقول بالذي أجل أنا لما بكون عندي رحلة تاني يوم إذا ابني عنده حرارة ومريد وأنا قادي على الطيارة لا فيني تلفنه ما فيني أطمّن عنه بخاف الواحد يعني إذا بصير يفكر أنه راسم أنه مئة بالمئة بالشغل بينما الرجال بيقدر يفصل كثير من بيتهوبين شغله لأنه بيستعمل يمكن بس العقل نحنا أكيد نستعمل العقل لا أكيد على معقول لا نحلين للك أبل ما أطلعنا فأطلع على طيارة يكون في تأكد زي أبني مريدة بسألة صوليت كيف حرارتهم كيف اليوم بس بالعكس يعني المرة مظبوطة عندها العاطفة بس عندها العقل كمان يعني نحنا بحالة الأزمة يعني لما يصير في شي على الطيارة يعني حلات طوارئ على الطيارة هل المرة بتقدر تكون متماسكة قد الرجل بمعالجة الأزمة اللي هي هلأ هيدا إذا عم تسألني يعني علما إي إذا بس كطياران كطياران أكيد إي لأنه نحنا اللايسنس طبعنا بتخدم ست شهر بس نحنا كل ست شهر بنجا بنعمل امتحانات من أول وجديد يعني بين امتحان صحة امتحان خطة امتحان سيميليتر وفلايت شك بيطلع معنا إكزامنر بيعملنا امتحان سو كل ست شهر نعمل امتحانات أنا عم بحكة عن الطبيعة البشرية عند النساء هذا أبدأ لك أنه نحنا الامتحانات كل ست شهر إذا ما نجحنا ما في تسعة وتسعين عمية في يام نجح يام نسقط وقت لأنا بكونا عم بعمل امتحان مش أنه بيعاملوني بطريقة أخاف أنه قام معلي لأنه بنت معلي سمحوا إذا بكيت أبداً وأنا وجاوزة عملنا كابتنية بنفس الوقت بنفس الفترة كان هو يعطوه كان كتير أهوان من وقت لأنا كنت عم بعمل كابتن يعني المشاكل اللي كانوا يعطوه هي واحة المشاكل اللي يعطوهيها بالتدريب طبعه إنه عادة أنا كانوا يزيدوا شوي أكتر لحتى يشوفوا إذا عن جد معقول انهار معقول خاف بس لما يكون واحد مدرب ويكون واحد محضر بتصور يعني بيقدر يعني كالمرأ أو رجال فيها تواجهة يلا صعوبة صار معي كذا تجربة بحياتي بالطيران شو أسوأ تجربة صارت معي بالطيران وهيك واجهتك؟ راكب صار معه هارت أتاك على الطيارة يعني هلأ كل شي تكنيكل بالطيارة محضرين له ما بنعتبره مشكل كمشكل وكل شي كطاقس كمان مدربين عليه طار موتور معيك على السيك أوف أو على اللانديك لصمح هيدا كلهم مدربين عليه هيدا ما أنه يعني ما بنعتبره أكيد مشكل بس أنهم مدربين بس قدي وقت الحقيقة انت كست بتضلك قدري متماسكي أعصابك تعالجي هيدا الموضوع صدقني بقدر لا لا بقدر كتير منيح بس لما تصير مشاكل عاطفة مثل معطول شي دخلوا العاطفة يعني تشوف قديما كراكب عم بمريض عم بيعمل ساكتة قلبية ولد عم بيسير معه شي هون شوية العاطفة بتلعب بس أحيانا العاطفة كمان تعطي قوة دفع أكتر من أنه واحد بس يستعمل المنطق قبل ما نشوف رأي الناس عملنا معهم هيك أخدنا رأيهم إنه شو رأيكم بإنه ست هي تكون طايلت إنها هي تسوق طيارة قبل هذا الموضوع خلينا نشوف تقرير عن الكابتن رولا حتيت سيداتي ساداتي مرحبا معكم قائد الطائرة بدي رحب فيكم على رحلتنا المتجهة اليوم على دفاع رولا حتيت أو الكابتن رولا هي مش بس أول سيدة بتمارس قيد الطائرة مدنية بلبنان وإنما هي السيدة الوحيدة بها المجال من عشرين سنة قررت رولا تكسر التابو فأصرت على الالتحاء بدورة للطيارين رغم نظرة المجتمع ومعارضة الأهل كملت طريقة ووصلت للسماء التربية من نحن وصغر مربعين بطريقة إنه الليل بنت بدأت تفكر بالطيارة ما مفروض إنه هذا الشي مش كثير مزبوط طريق رولا ما كان سهل فكان عليها تحدي ذاته قبل الآخرين خلعت مظاهر الأنوثة وتماهت مع الرجال كان في عندي حالة من اثنين يا فل يا اتأقلم طريقة إنه اتأقلم كانت إنه رحت قصيت شعري خبيت تياذي تبع البنة البنات كلهم تنانية رفسعتين كل هالقصاص خبيت الميك أب السشوار كله شلته عجنة وصرت مثلي مثله اتأقلم مت لاحد ما خلصت سنة فترولا من بين 100 امرأة مثالية بالعالم ومنحتها الخطوط الملكية البريطانية أعلى ويسام وهي نائبة الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي لرابط الطياري الخطوط الجوية حياة الطيران كتير صعبة يعني المرأة كطيار أنا إذا أبني مريد ومسافرة ما فين طالفة لطمان عنها هيدا بلبنان أما بمصر فالكابتن الطيار حسناء تيمور حققت حلمه بمساعدة ولدة اللي كان ضابط بسلاح الدفاع الجوي وهي أول امرأة مصرية تحصل على رتبة كابتن بشركة مصر للطيران أريد إعلام في الجورنون إن طالبين دفعة جديدة من الطلبة الطيارين يلتحقوا بالأكاديمية الطيران فبصت على الشروط كويس قوي لقيت إنها كلها مطابقة عليها وما فيش حاجة بتقول ولد ولا بنت ولا كده ومن الجولة البحر وتحديدا مع مروة السلح دار أول مصرية تعينت قبطان بحري وأطعت قناة السويس وأصبحت حديث المجتمع لأن أول فتاة مصرية وعربية تخترق هيدا المجال الصعب وتم اختيارها لتكريمها ضمن أفضل عشرين فتاة وأمرأة عربية إن أنا بعمل حاجات دي كلها عشان أنا ما فيه من الأيام أبقى في مكان أقدر أفيد فعلاً بيه بلد مش أبقى محتوطة وخلاص واجهه وخلاص بوقت استطاعت رولا وحسناء ومروة التحليق والإبحار بحرية بعد فيه كتير نساء بعصرنا أسيرات المعتقدات والخوف وأسيرات أوانين بتميز بين الرجل والمرأة كيف بتشوفي حالك لما هلأ عم تتفرجي هيك على هذا الروبورتاج كيف كنت عم تتفاعلي مع حالك؟ صراحة؟ شفت حالي برحلة معي كوبا اللي تبنيت ومضيفات كلهم بنات رحلة تكون كلها نساء في رحلة عملوها طيران الهندي إنه نحنا لازم كمان بلبنان عمتنا نحنا بلبنان صبقين لهالقصص هيده إنه دائماً بيطعموكم بالشباب لأن ما في بعض بنات طيارين لهلأ بس إنه حلم هيدا إن شاء الله قريباً يعني هلأ في بنات عم تدرس بإسبانيا جاي قريباً إن شاء الله ممكن تطيري إنتي وياها مع بعضكم أكيد شو ممكن نطرتها تطيري إنتي وجوزيك مع بعضكم لأ هيدا ممنوع هيدا ممنوع بين أنا وجوزي وأنا وخيي ممنوع نطير سوا هاي يكونوا عمليين مشكل بالبات هاي مظبوط وبيقولوا إنه ممنوع البايلوت والكو بايلوت يأكلوا من نفس الأكل مظبوط هيدا كمان مظبوط هيدا كرمال الريدوندلس يعني كل شيء على الطيارة في منه اثنان حتى إذا في شيء ينتزع يضل تاني بموتور أو تاني كومبيوتر شو ما كان ماشي كمان الطيارين ممنوع يأكلوا مثل بعض لأنه إذا في شيء مسمم يعني ولا الخبزة ولا الزبدة ولا شيء من الأكل مسموح نأكل مثل بعض لأنه إذا الأكل مسمم حتى ما يتسمموا اثناناتهم شو صلاحياتك على الطيارة؟ آه كل شيء الأمر الناهي على الطيارة المكسيموم مش ملبيت عم نسألة انتبه على المكسيموم الأمر الناهي بس لأي درجة صلاحياتك للآخر للمكسيموم يعني فينا ننزل بحيال المطار أكيد ما في واحد يتهور يعني عم نحكي صلاحياتك نحكي على الطيارة؟ لا يا ريت قال لا عنا صلاحيات غير هيكي عنا صلاحيات نحافظ على سلامة الركاب على شو في حمولة معنا نوصل من مطرح لمطرح وما حدا يكون يصدله شيء يعني مبارح الاشكال اللي صار على طيارة البلئيس اللي كنا شفناه مش أنتك أنتك نزلت الطيارة بالمطار وسلموا الركب للسلطات البلد اللي نزلت فيه هيدا أنت قرار بتخديه ولا بتراجعي حدا فيه؟ لا لا الكابتن ما بيراجع حبدا ولا حدا مفروض ياخد قراره أكيد بيستعمل كل شي في ريسورسز موجودة عنده إن كان الكروشو عم بيخبروه شو عنده بالكتب شو دارس الكوباليت كل هالكل شي عنده موجود بيستعملون وبياخد القرار وهو بنفذ قراره إذا كان غلط واللي هو عادة ما بيكون غلط بس إذا ساعة بعدين الشركة بتبعت ورا بتحكيه وبعمموا لبقية الطيارين إنه صار خطأ هون حتى ما ينعاد خلينا نشوف الناس شو رأيون يلا مرة بتسوق طيارة يعني ما صارت معي بس طبيعي ليش بها؟ لكن النسوان عم بيكونوا بكل المحلات يعني ليش بش بدو الطيارة حبش الطيارة طيارة صعبة سوية أول مرة بتسمعي لأنه سيارة مرة بتسوق طيارة مستحيلاً فيه فيه كابتن مرة طبيعية لا يعني قوات تطبكي شوي ما أبداً نورمال في كتير هلا بالعالم كتير معظم شركات الطيارة صار عندهم يعني الطيارين الكابتن نسي يعني بشجعها لأنه المرة مثل الرجل بعد ما طلعت له مرة بالطيارة بحس بالأمان بفقع لي كاس وبضلني رايحهم سيفرو بوصلوا وإن شاء الله بيقوم مش بالطيارة تحت الأرض بالسفينة كمان ما عندي مشكلة المرة بدأ تسوق طيارة إذا هي بروفوشنال ماذا لا؟ إذا من الجديرة أكيد ننزل من الطيارة بعدك تعالقيني مع النسوان أنت؟ فيه مساوات بيننا وبين الرجال يعني مش كل شيء بالرجال ما بيهمني مثل الرجال بربطة حزين من الأمان عادي مثل كأنه عبي سوق الزالمين وين المشكلة وأحلى وأحلى مبسط كتير لأنه لازم تسوق المرة طيارة إنه شيء حالو أكيد لأنه هالشيء أكتر شيء بيعملوا اللجال أنا بخاف عادي مثلها مثل الرجال فيه بلنات غاسكم الشباب نعم من الطيارة كتير منيح لأن المرة ضيئة أكتر من الرجال بيستغرب أول شيء إنه مش معوادين تشوف كابتن مرة يعني سيارة ما بطلع مش طيارة بس عم تسوق المرة عادي وإزا ممكن خاف بانتحر مستحيل بطلع بطيارة عم بتسوق المرة المرة بيحق إلا تعمل شو ما بدا وقاح لها شيء النسوين تسوقوا وكتسلموا هالبلد للنسوين حبة أكتر وإذا في واحدة جاندي أحدى السيارة ما بيعرفوا يسوقوا في سلمون طيارة بشكوا عالبنات عالعالم بموطل البشرية يعني ما عشو بديقول لا بس الأكترية قالوا إنه مع محمسوا شرشعوا ايه بس كله مثلا مقرن مع الرجال على طول المقرن مع الرجال بتعرفي مين أول حدا سيق تيارة بلبنان؟ بلبنان؟ لا يعني بتذكر حدا قالي بس عن جد ما عم بقدر تذكر مين يمكن إذا مني ومغلطاني الشيخة بتجميل؟ أي وقت؟ الشيخة جافيا في جميل يعني ولدته للرئيس أمين لجميل اليوم الإمرأة تقدر تعمل كل أعمال الرجل وبتعملهم بتفوق أكتر من الرجل المشكلة الوحيدة للناس اللي بتخاف هي دايما بيقولوا لك هي إذا صار شي معها للسيدة يمكن تفقد أعصابها بسرعة أكتر من الرجل نحنا بنقول لهم مش مظبوط هيدا الحكي لأن المرأة ما كانت مهيئة تواجه مشاكل لأن المرأة هي اللي بتفقد الرجل أعصابه لأن المرأة كانوا يخلوها بالبيت ما يخلوها تواجه مشاكل طبيعي لما بدك تحطها قدام مشكل ومانا مواجهها مشاكل ومانا مدربة شي طبيعي بدها تنهار وتخاف بس المرأة بها القيام بصد عم تظهر وتواجه مشاكل وبتحل المشاكل بطريقة كتير ذكية مع الإبتسامة وهي بتحل المشكل عن شهد كابتن أنا بلي أتشكريك جدا وبنصح يعني أحلى تيك أوف أحلى لنبي أحلى رحلة شكرا لما تكون كابتن رولا هي موجودة وكمان تيران الميدل إيست ما في داعي نحكي عنه أنا بدي أتشكريك كلك زوء على حضوري خلونا نشوف بعض الفاصل وبنكمل نحن وياكم لماذا لا يحق المرأة أن ترفع الأذان في الإسلام؟ لماذا لا يوجد كاهن إمرأة؟ ليش المرأة هي المفروض تتحجب تما تصير غريزة الرجل؟ أخي طول لبالك أين تبثار الغريزة بالنسبة للمرأة؟ وهل المرأة تبثار من تحت أو من فوق؟ إذا كانت المرأة بيشعى فينا إلا ما تتحجب إيش الراهبي كمان يجب أن تتسدر بهذا الشكل هذا أمر، هذا أمر ستطري لا إلا تدرس الشريعة بيحيي ليه؟ إذا أنت عم تصلي الله الله ومرا وإفتكت عم تصلي أنت؟ يروع عليك عم حال تاني؟ ما تيش عم حالك؟ موش عم يسع حاليا أنا الشهيدة سناء محييدي لماذا أنتم كنساء اليوم على الجبهات؟ لا بد من حمل السلاح لن يدخل داعش إلا على جفتي أين الزواج بحياتكم؟ لأنا متزوجة من قضية كبيرة أنت قلت لن أبكي إلا فرحة الحمد لله هلأ بترجعي تبكي كنت أبكيكي هلأ يا بنهار، يا بوقع، يا بعمل شيء أنت كيف شكري لواء الحاجة؟ أنا بعرف من تطلعت وحطت أيدي عائدي أو من غمرت بنحييكم بتذكر بالهاشتاغ هاشتاغ الحلقة هو المرأة هلأ كل حلقة بتكون تقولولي بدك تطلع لنا خوري وشيخ بكل حلقة من وين يعني كيف بتفوت لهم المواضيع ببعضهم؟ للأسف عايشين بمجتمع دائماً عم بيكون كل شي عم بينعمل بها المجتمع لابد من إنه يدور حول الرأي الديني هلأ طبعاً في مجتمع مدني في مجتمع أمه وأبوه بيرفض تدخل رجال الدين بيقول ما قالهم علاقة نحنا شو بنعمل؟ مين قالك إنه بدنا نحنا نتواجه مع مواقف الدين؟ نحنا ما بدنا نسمع لا لرجال الدين ولا للدين ولكن في شريحة كتير كبيرة كمان ما بتمشي إلا على أرار الدين اللي هو ممثل اليوم برجال الدين أو بعلماء الدين يقال إنه الأديان جميعاً كرمت المرأة الأديان أعطت المرأة دور تقدمي وريادي بشكل لافت بينما في آخرين بيقولوا إنه أكتر حدا كسر المرأة هو الدين والمرأة نحطت بالمركز الثاني والثالث والرابع بسبب الدين ونظرة الدين لإلى هو الموانع اللي فرضت الدين على إنها تكون المرأة هي متقدمة اسمحوا لي رحب بضوفي الدكتور حسن مرعب باحث في الإعلام الإسلامي السياسي مساء الخير اسم نور الأب عصام جرداق خادم رعية مرلياس الحدث مساء الخير مساء نور المفتي الجعفري أحمد طالب عالم دين وباحث ومفكر وصديق البرنيمج رح بلش معك سمحت المفتي أدي الدين حجم المرأة وخليها تكون بمرتبة متأخرة عن الرجل أنا أعتقد أن النص الديني أعطى للمرأة حقها بما يتناسب مع حاجاتها كامرأة كما أعطى للرجل حقه فيما يتناسب مع حاجاته كرجل كنص ديني لكن حينما دخل على النص الديني تفسيرات لها علاقة بالبيئة والمجتمع والعادات والتقاليد وثقافة المجتمع حتى الذي يريد أن يفسر الدين كثيرا ما يتأثر بثقافة المجتمع وبتربيته الاجتماعية فيعكس ذلك على النص الديني فيفسره بما يتناسب معه أدي الدين أعطى الرجل حقوق أو ميز الرجل بحقوق عن المرأة مراسا دورا قيادة ولاية بكل هذه الأمور حتى يسأل أنه غريب أنه إن كان مسيحيا أو إسلميا ما إجانا ولا نبي أو ولا رسول امرأة أولا خليني جاوبك من الآخر ليش ما إجانا ولا رسول امرأة هذا ليس لأن المرأة غير قابلة لأن تكون رسول ولكن لأن المجتمع الذي نزل فيه الرسول لا يتقبل امرأة لأن تربية المجتمع كانت قائمة في الماضي قبل دخول الوعي وقبل دخول الثقافات وقبل أن تستطيع المرأة أن تثبت ذاتها ليش مش مظبوط على المستوى الفكري والثقافي مش مظبوط تألك ليش مولانا تألك ليش في هذا الزمن بالذات في هذا الزمن بالذات أهم أهم قيادات عبر التاريخ كانت تقودهم نصفة وإمرأة في هذا الزمن عم تحكي نعم ولكن عم بحكيك في زمن نزول النبوات هل كان للمرأة كيان هل كانت المرأة محترمة هل كان الرجل ممكن أن يستمع من إمرأة حينما تريد أن تأتيه بوحي ديني زنوبيا بأي زمن كانت زنوبيا ملكة تدمر بأي زنوبيا ليوباترا بأي زمن كانت الملكة التي كانت تحكم بقوة السلاح وبقوة الجيش وبالنفوس شيء ومن تريد أن تأتي لتخاطب العقل والمنطق والوحي يعني المرأة لا تستطيع أن تخاطب العقل اسمح ليش ربنا سبحانه وتعالى ما نزل نبي من الجن ما نزل نبي من الملائكة لأن البشر لا تقبل يعني هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم لأنه في عقلي سائد دائما حكمة الله تقتضي أن يكون الرسول متناسب ومؤثر وقادر على التأثير فلا يمكن أن يأتي برجل أو بامرأة من خارج السياق الاجتماعي ويريد أن يفرضه على واقع وناس لا يتقبلونه طب فيما بعد هذا الأمر أنا بدي أكد على نقطة كتير لأنه هذا الأمر يتساءل ليش ما كان فيه نبي أنا أقول عدم وجود نبي لا يعني أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يحقر المرأة لماذا لا يحق للمرأة أن ترفع الأذان في الإسلام المرأة تستطيع أن ترفع الأذان بالمعنى الذي لا يعني يلفت النظر ولا يجعل هناك لا يكون هناك ترجيع في صوتها ما عندنا مشكلة من ناحية مبدئية من ناحية دينية فقهية أن تأتي إمرأة لترفع الأذان مثل ما إمرأة تقرأ القرآن هل ما في عنا إمرأة في احتفالات معينة في ملاسبات معينة سؤال محدد المجتمع لا يتقبل ذلك طوني شوك في المجتمع طوني أنا أعبطح لك شي حقيقي ما المجتمع ماشي حسب النصوص الدينية مش صحيح الكلام يعني لما اليوم تقول له أنت في فتوى لا 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 يقبل لا يقبل للمرأة أن تؤذن طوني لا يقبل لا يقبل المجتمع لا يقبل مش لأنه صوت عورة مش لأنه صوت عورة ليس كل صوت إمرأة عورة في بعض الحالات حتى صوت الرجل يكون عورة الرجل إذا تكلم بطريقة مثيرة هو صوته عورة هل تولى المرأة على رجل؟ طبعا ما في مانع أن تكون المرأة قاضية أن تكون المرأة رئيسي أن تكون المرأة حاكمي أن تكون المرأة ما في مانع هذا الاجتهاد الإسلامي بهذا المجال قاضية شرع أو قاضية مدنية كل شيء فيها تكون المرأة قاضية شرع؟ طبعاً فيها تكون قاضية وعنا فتاوى من مراجع الآن موجودة وأكدوا على أنه لا مشكلة لأن تكون المرأة قاضية شرع هناك نصوص تمسك فيها الفقهاء القدماء اعتبروا أنه ظل قوم ولوا أمرهم إمرأة اعتبروا أن هذا الأمر يمنع لكن في اجتهادات اليوم اعتبرت أن هذه الكلمة هي مقصود فيها المرأة التي تطلب الولاية لا تولى ولكن ليس مطلق المرأة شيخ حتى في المرأة يحق للرجل ضعف ما يحق للمرأة شو السبب توني؟ أنا عم بعطيك مقتدى العدالي أن يكون ذلك وليس من مقتدى غير العدالي لأنه لما الشرع أعطى للمرأة النصف لم يوجب عليها النفقة إنما أوجب على الرجل النفقة اليوم الإنسان لما يتزوج إمرأة الرجل يجب عليه أن ينفق فهي حينما ترث نصف مراث أخوها لأن أخوها مطلوب منه أن ينفق على إمرأة على بيت على أسرة وهي عم تتزوج شخص ورثة حصة كاملة من أهله وهو يجب أن ينفق عليها قبل ما أخذ تعليق دكتور حسن أبونا شخصك عم تتطلع باستغراب أو بإعجاب أنا معجب بالحديث توافق عليه كله على المستوى العملي أدي مسيحيا تشبه تعقيبا على سمحت الشيخ طبعا يعني الإمرأة والرجل إنه النفس الكرامي الذكر والأنثى في المسيحية الله خلق الذكر والأنثى على صورة الله خلقهما من أول صفحة في الكتاب المقدس طبعا نحن استنادا للأسفار المقدسة نشوف أنه فيه كرامة متساوية بين الرجل والمرأة على مستوى الممارسة وعلى مستوى الواقع الاجتماعي طبعا فيه اختلاف المسيحية ما فيه شك ما عدتوا هذا الاختلاف إذا أريدك التقاليد الاجتماعية العادات الممارسة لا نحكي على مستوى الدين إذا أريدك تأخذ على مستوى الدين نبدأ من الفترة اللي نشأت فيها المسيحية المسيحية نشأت في بيئة يهودية الإمرأة اليهودية كان ممنوع لها تتعلم ممنوع لها تقرأ وتكتب ممنوع لها تصلي نعم مش مسموح لها تروح على الهيكل حتى الدراسات بعد ما أكدت لنا إذا كان مسموح للإمرأة تروح تشارك في المجمع ما فيه قبل ما فيه قبل إذا بنا نرجع للعهد القديم خلنا نرجع للتوراة قل لي إنه حوى خلقت من ضلع آدم أوكي يعني حتى بهذا الموضوع ما مش خلقت حوى حوى وخلق آدم آدم صرنا هون بنا نروح للتفسير توني بالتفسير بقال لك مش مثل أنت متوقع ضلعه هون يعني بغض النظر أنا مش عم بتوقع ضلعه هون أنا عم بتوقع التبعية يعني حتى بالتصوير القصة فيها تبعية إنه خلق آدم وشيلوا منه جزء خلقوا منه حوى المقصود فيه شيء واحد هذا المقصود فيها التقارب وليس التباعد وليس التفريق والتمايز عم بيقلك المرأة لازم أنت تكون مثلك مثلها لأنه منك خلقت منك هي جزء منك ليش المرأة بدأت تخلق مني ما بدأت تخلق بكيان يعني في أسبقية زمانية ولكن أسبقية زمانية ليس أفضلية أفضلية لا لا أسبقية زمانية لا تعني أفضلية أبوا المؤسس لماذا لا يوجد كارهن إمرأة يعني في رهبة هذه الرهبة دورة محدود لا وش صحي إلا بالكنيسة الغربية بعض الرهبات اليوم صار ما سمح لهم يناولوا حتى تشوفهم بالقضاديس إلا أن تقيم الزبيحة الإلهية لا تقيم لا ما في أنوني بيسمح أنه تقيم الزبيحة الإلهية أنا اليوم كمدني لما اروح اتناول اليوم صاروا يحملوني الارباني عم تحكي على مستوى انه الامرأة هي تقيم الاسرار الكناسية هذا الموضوع تقيم الاسرار الكناسية طب بل نشوف نحن قبل ما نروح لحتى نطرح هذا الموضوع بل نشوف بالتطور التاريخي كيف نشأت الاسرار وكيف صار الارذكر هو الكاهن وكل هالأمور خليني قبل جاوبك على الشيء اللي طرحتوا عليه السؤال كنا عم نقوله بالبيئة اليهودية الامرأة لم كان عندها كيان نعم فجأة بيجي الرب يسوع المسيح ويبشر بتبشيره وبتبشيره كان فيه نساء مرافقين لأله مريم المجدلية والنساء الأخرى رسلوا جميعا كانوا من الرجال من الرجال ما كان فيه ولا حدا من الرسل ابرأة خلينا ذكرك بقصة يا توني قصة مرتا ومريم بقصة مرتا ومريم استضافتهم ببيتها وبيقولوا انه مريم جلست عند اقدام يسوع تسمعوا كلامه يعني هي جلست مع الرجال هذا كان ممنوع عند اليهود انه امرأات تكون موجودة في مجلس رجال وقعت اللي عتبته مرتا لا يسوع قالت له كيف تسمح بهذا الموضوع خلت قوم تساعدني بالخدمة اللي مرتا 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 انت تهتمين في امور كثيرة ولكن حاجة الى واحد اللي اختارت النصيب الصالح الذي لا ينزع منها ما مسموح بقى حدا عفوا عفوا خليني كمي عم بتردني على اليهودية وعم بتردني على الوقت بدي اقول لك شو عملت المسيحية للمرأة في مرضي في مرضي في مرضي انا عم بسأله الرب يسوع المسيحية شو عملت للمرأة بالوقت اللي المرأة كانت مهمشة بهذا المجتمع اجا قال يسوع انه هيدا المرأة الا تجلس مع الرسل تسمع كلام الرب وتتعلم ويكون عندها نفس المكانة مثل ما كانت اي رسول اخر طبعا هيدا تغيير فاذا نحن نظرتنا للمرأة نظرة متخلفة انه شي عظيم اسمحنا لا تقعد مع الرجل عم نقول لك انه الرسالة المسيحية عملت طورة اجتماعية ورجعت رفعت من شأن المرأة ولكن المرأة ويني اليوم بالمسيحية اذا البابا فرانسيس اللي هو اليوم عم يطلق مواقف متقدمة جدا يعني عم بيعمل ثورة داخل الكنيسة الكاتوليكية عظيم حتى قديسة البابا فرانسيس بقول ان قرار الكنيسة الكاتوليكية بان يقتصر الكهنوت على الرجال ابادي ولن يتغير وقالت صحيفة سويدية للبابا اذا كان يعتقد ان الكنيسة الكاتوليكية قد تسمح برسامة المرأة كاهنة في المستقبل فاجاب كان للبابا القديس يحن بولوس الثاني اخر كلمة واضحة بهذا الشأن ويبقى الوضع على ما هو عليه في اشارة الى وثيقة اصدرها البابا يحن بولوس الثاني عام 94 واغلقت الباب امام كهنوت امرأة اذا بيحبوا بالكنيسة الغربية ياخدوا موقف نهائي وحاسم بالموضوع نحن ما طرحين الموضوع للجدل اذا بدك بصراحة في الكنيسة الشرقية بعد ما انطرح الموضوع للجدل هلا وقت اللي بينطرح الموضوع فيه وين المشكلة انها تكون مرأة كاهن ما في انا الا الا حل المشكلة او ما حل المشكلة انا في اعمل ابروتش للموضوع فازن الدين مصنح في المرأة درجة تانية مش بالضرورة بالضرورة كيفش بالضرورة عندك ملاحظات بالاول على مقاله وفضيلة الشيخ طبعا بأي سناح الشيخ ببعض النقاط وبعض النقاط لا اقول اختلف وانما قد تكون هناك اجتهادات بين السنة والشيعة في هذه المسائل الاول نقطة انا بدي اكد على نقطة مهمة جدا ان الاسلام هو اكثر من اعطى الحقوق للمرأة هذه شعارات بنسمعها دايما خلينا اكد لك شعاراتي اول نقطة الله سبحانه وتعالى يقول في القائل الكريم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة يعني الله عز وجل ساوى بالامر بالمعروف والنهي على المنكر اللي هو اساس كل الدين بين المرأة وبين الرجل لا ميز المرأة هذه فريضة وهي في المسرائل لا لا ميز وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون يعني ضرب مثلا للرجال امرأة فرعون نقطودوا فيها تبدأش ما بتقول هون انه والله ميز المرأة الأمر الآخر وما يعمل من الصالحات من ذكر او انثى يعني لم يقول ولا الذكر دون الانثى اثناني شغلة تانية بموضوع سيدة مريم عليها السلام الله عز وجل يقول في سورة آلي عمران اللي هي سميت بمين؟ بآلي عمران اللي هي اهل سيدة مريم عليها السلام ما هيك؟ وسميت سورة في القرآن بسورة مريم وسميت سورة بسورة النساء يعني شوف لما الآخر الله عز وجل خاطبها وقال لها للسيدة مريم ان الله اصطفاك في اصطفاء للسيدة مريم عليها السلام الاصطفاء هنا كمان ايضا له دليل آخر هذا الله عز وجل قال عنها خليك اكمل لك الشغلة لحظة 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 نحن عم نروح على أماكن انت تفرجيني انه 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 سبحانه وتعالى اصطفى اصطفى تعرف شو يعني اصطفى يعني اختار يعني اجتبى يعني اقرب اختار بس ما ينطبق على امرأة او على سيدة لا لا يعمم على كل السيدات لا ماذا لك الحكي سؤال هي مضرب المثل السيدة مريمو السيدة ومرأة فرعون سؤال لماذا لماذا على المرأة انت تحجب وليس على الرجل شو كيف يعني من يفتهم ليش المرأة هي المفروض تتحجب تما تصير غريزة الرجل يعني انا تما الرجال سر له غريزته وبدي روح حجب له المرأة ليش انا ما بغمض له عناية للرجل تما هو توني خليلي ايك إذا الرجل مشي إذا الرجل إذا الرجل مشي بسمح له بسمح له بسمح له بالعري هل مسمح للمرأة من فوق طول لبالك ليش وين تثار الغريزة بالنسبة للمرأة تصار من فوق يا توني ولا بحكي بالعقل ومنطق بحكي تحكيني منطق بحكيت منطق شو هل المرأة تثار من تحت أنا برفض أن يكون موضوع الحجاب هو فقط لموضوع موضوع الإثارة هو جانب هذا أذي للمرأة وتحقير للمرأة أن نقول أن المرأة فرد عليها الحجاب فقط لأنها مثيرة وإلا إذا كانت المرأة بشعر فينا إلا ما تتحجبك نحن تكريماً للمرأة تكريماً لها وحفظاً وصوناً لها هلأ بقتل لي شعارات أنا جاي رحل لك أبوش أنا بحكي بحضرة البترك أو بحضرة المطران بحضرة البترك أو بحضرة المطران أو بحضرة البابا الإمرأة يجب أن تضع على رأس هذا اللي بدأي لك بينما الرجل بينما الرجل بفوت مثل منه هذا تأييد ما فيه أنوح بس خليمي على الشغلة واحدة أنا أكتر من هيك بتقول لك توني بالنساء الأرستقراطيات بتلاقي المرأة حينما تذهب إلى مكان كتير يعني إذا صح التعبير فيه نوع من الرقي تضع شيء على رأسها هذا النوع من موافقة الدين للطبيعة البشرية الطبيعة البشرية حينما ولدت المرأة ووجدت على الأرض هي بطبعها كخجولة كحيية كحساسة هي أرادت أن تستر نفسها والدين وافقها على هذا الأمر حتى الراهبة كمان حتى الراهبة يجب أن تستر بهذا الشكل هذا أمر فطري هذا أمر فطري وأنتو عندكم هذا اللباس هو اللباس اللباس الكهنوتي ليش على الراهبة مفروض أن تكون كل راسها مسكت أنه ليش دائماً المرأة يعني هذا نوع من من إيحاء للمرأة للرجل أن تقول له لا تنظر إليك جسد إذا أردت أن تنظر إليك جسد أنا أريد أن أستر هذا الجسد الذي يعني الذي تحاول أن تحقرني من خلاله لو كانت أنت أنا أريد أن أقول لك بسألوا عن الراهبة بس أسألوا عن الراهبة بس أنا أريد أن أسكر نقطة هنا كثير مهمة إذا أحد عنده ألماسي دخلك إذا أنت عندك ألماس ثميني كثير بتروح أنت بتحمله بتمشي فيها بالشارع حيك ترجيها للناس ولا بتحفظها بتحطها بصندوق وبعلي وبتسكر عليها وبتباهي فيها بس ما كتفتح الصندوق المرأة مناش الماضي المرأة إنسان مثلك مثلا عندها روح مثلك مثلا بتعادلك بسي ثميني أثمم من أي شيء آخر بهايي بالنسبة لألا أنت ثمين فإذا تروح تحطك بعلبي لا لا إذا أنت بقيس هيك الأمور أيهما أغلى عندك أنت مين أغلى عندك ما عرضك وشارع هذا الجدال بالرسالة إلى أهل كورنسوس الرسول بولوس بيقول الإمرأة عندما تصلي أو تتنبأ تغطي رأسها إذا بدك التقليد الرهباني بوقتها الإمرأة ما كان مسمح لها لا تعملها إذا بوقتها إمرأة ما كان مسمح لها يعني عم نحكي عم قل لك بوقتها ما مسمح لها ضمن المجتمع اليهودي الرسول بولوس سمع ضمن الكنيسة للإمرأة ولكن لما هي بدها تاخد هذا الموقع اللي هو فيه تعليمه نبوءه وصلاة طلب أنه هي تغطي رأسها وإذا بدك نحن أخذناها هذا تقليد واستمر في الكنيس إنه الإمرأة الرهبة شو شغلتها كل الوقت تصلي وتتنبأ وتقرأ فبالضرورة تعقيباً عن اللي قاله بولوس أو تتميماً للي قاله الرسول بولوس نعم فلتتعلم المرأة بسكوت وتخضع بكل خطوع بس ما كان مسمح لها تتعلم مني أخذها إيجابي هيدا ولست آذن للمرأة أن تعلم لا طولي نحن هم في عنا خلافنا المسلم لحظة هده 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 هشألك عليها مربولوس هشألك هشألك عليها مربولوس بل أسألك سؤال يا توني وقت اللي الإمرأة في المجتمع اليهودي ما كانت متعلمة شو بدأتعلم طيب سؤال إذا ابطربنا جبناها وإننا لتفضل علم شو بدأتعلم ما هي ملنا متعلمة بس كم يقول ما مسمح لها يا توني لأن آدم جبلة ثم حول وإذا بس هي عمليا عمليا ما بحق إلا تدرس الشريعة هلأ هكذا كان ضمن المجتمع اليهودي هيدا اللي كان سائد ضمن المجتمع اليهودي اجيت المسيحية وغيرت هذا الواقع قال لهم بولوس الرسول خلي المرأة تتعلم وفيه كان واقع اجتماعي هو كان ضاغط على الامرأة بالعكس الديان المسيحي تب واقع الاجتماعي مين فرضوا على الامرأة إسلاما إسلاميا ومسيحيا مش الدين لا قال لك فضيش يا رحوني في موضوع التفسير في موضوع تفسير الدين الدين لم يأتي قبل المجتمع الدين نزل على مجتمع قائم له ثقافته له عاداته وتقاليده جاء الدين من أجل أن يصحح هذه العادات والتقاليد دكتور تفضل عندك ملاحظات الأذان أنت علقت على هذه النقطة حتى بس وضح لك الصورة مش علقت أنا عم بنقول بس خليني وضح لك يا خي ماشي خدا مني لموضوع الأذان الأذان هو ذكر الله سبحانه وتعالى تقول الله أكبر والله أكبر وهو أيضا إعلام لدخول الوقت فلذلك إذا كانت المرأة تصلي لوحدها أو مع مجموعة نساء لا يمنع ذلك عند السادة الشافعية وقول الحنابي لأنه هنا عم بيّر بعض المذاهب لعند أهل السنة على أنها ترفع الأذان وتقيم الصلاة وتصلي إماما بالنساء ما في مشكلة العكس ما في أي منقصة من حقها حقها موجود محفوظ بين النساء لأنه الأصل لأنه الأصل شو ليش مش بالرجال يا خي ما لنساء لها خصوصية غير الرجال يا خي الكريم النساء لها خصوصية ورجال لها خصوصية ليش الشيخ بحقله يئم نساء طبيعي طبيعي حفظا لعفة المرأة لماذا يمنع على المرأة أن ترفع الصوت في المسجد فإذا سهى الإمام تصفق ممنوع أنه ترفع صوتها بالمسجد بالمبدأ بالمبدأ توني في شيء اسمه الصوت المرأة هو صوت يميل إلى النعوم يميل إلى الرقة بالأصل هكذا فمن هذا الباب من هذا الباب طلب منها أن تعف صوتها حتى لا بعدها بتقول لك على شغلي بموضوع الصلاة توني تتعرف المرأة عندها أعراض تجي الدورة الشهرية هذه أمور ليس شرائية لا يمس بمكانة المرأة هذه الأمور بالعكس هذه الأمور وإنما هي عندها عوارض وعندها خصوصيات والأمر الآخر دائما المرأة تغلب عليها العاطفة ليغلب عليها تحكيم العقل في هذه المسائل هل أعطوني رايل أنت نعطيك أجوبة موضوعية بس أنت عم تحط الدين بأفصل الاتهام لأن هذه الفقراء طبعا أنا عم بسأل على عم بسأل على تساؤلات كتير ناس بيسألوها طبعا يعني أنا مش عم بل لك أنا شوفها طبعا أنا عم بنقول للناس شو بتفكر صحيح يعني ما رح يعني ما رح نحكي عن عن الإجاب رح نحكي عن الناس بتقول أنه أكتر حدا كسر بالمرأة هو الدين مسيحيا وإسلاميا بس مثل ما قال لك فضيلة الشيخ أنه الدين الممارس غير الدين الرسمي نحن إذا بنعالج هذا الموضوع بناء على النصوص النصوص الدينية إن كان في القرآن الكريم إن كان في الكتاب المقدس النصوص ما بتحط بالنصوص ما بتحط من وضع المرأة إذا بتقراها بخلفيتها تاريخية بوضعها الاجتماعي الصحيح أنا عم بحكي اليوم اليوم عم بحكي نحن بلالفين وسبعة عشر أوكي إذا عنا بعدما نفبق على المرأة أمور يعني سمح لي فيها بالالفين وسبعة عشر ونائص على المرأة اليوم رح اليوم يمكن لازم نحكي بحرية الرجل الأكثر المحرية إيه إذا بدأت المصبوط إيه بس أنا عم نحكي بالدين الدين بعد وكيف بينظر للمرأة لماذا فيها الانطباع أنه دايما الدين مغلق دا أنا ما أنه متحرد إذا بتسمحنا أنا موفق أنا موفق مش أديما مش أديما رجال يقعدوا قدام النسوين ورا محددين لهم أنه صفوف الأمامية للرجال صفوف الخلفية للمرأة في قاطع خشبي بيناتهم هيا عفوائي مش أنه هذا تأثير المجتمع هذا تأثير المجتمع أنا لو سمح لي يا أبونا إذا أنت عم تصلي لأ الله والمرأة وإفتاح بتصلي أنت إيه ليش بدك تصلي شو بدي يصلي كيف بك تصلي ليش بك تصلي برو عليك حال تاني ما تقيش على حالك مش عميس الحال يا خي عميس الواقع كله على المجتمع كله أنا لما تكون ببات الله لما تكون ببات الله يحو بنطلع يحو هلأ مبين بنفوت على الكنيسة في مئة مرة ويارات قديما كانوا يلبسوا هلأ ثلاث ربعهم بيفوتوا ومش لبسوا وبنصلي لي رايح يصلي رايح يصلي اللي ما بده يصلي توني بدي يقول لك ما بمكة بتصير بمكة بتصير إن المرأة بتكون موجودة بتكون موجودة بكامل الحجار خلونا بس نتوقف مع فاصل بعض الفاصل بنرجاع لكم نتمنى إنكم تتفاعلوا معنا على الهاشتاغ المرأة بعض الفاصل في سيدات حملوا السلاح أنا الشهيدة سناء الحيدي لماذا أنتم كنساء اليوم على الجبهات لابد من حمل السلاح لن يدخل داعش إلا على جثتي أين الزواج بحياتكم؟ لأنا متزوجة من قضية كبيرة أنت قلت لن أبكي إلا فرح الحمد لله هلأ عبد الرجاية تبكي كنت أبكيكي هلأ يا بنهار يا بوقع يا بعمل شيء أنت كيف شكري لواء الحاج أنا بعرف من فطلعت وحطت إيده عقيدي أو من غمرت بنتابع نحن وياكم بذكركم بهاشتاج الحلقة المرأة إذن الهاشتاج هو المرأة المجال اللي بدنا نحكي عنه هلأ هو النضال النضال عبر التاريخ في سيدات مناضلات في سيدات غيروا التاريخ في سيدات غيروا مفاهيم عديدة في سيدات ناضلوا بنفسهم في سيدات حملوا السلاح وقدروا يواجهوا الرجال بأشد المعارك وحققوا عليهم انتصارات في نساء عندما يقال وراء كل رجل عظيم امرأة كان في سيدات وخصوصاً بلبنان وراء كل معتقل وراء كل مظلوم وراء كل رجل يمر بمحنة امرأة عظيمة من هؤلاء السيدات ضيفتي للليلة السيدة سمر الحاج مساء الخير ستة سمر مساء النور ومعي أيضاً عبر سكايب للأسف كمفروض تكون معي داخل استوديو ولكن لأسباب تقنية وأمنية استجدت عليها بسبب اندلاع الاشتباكات بالمنطقة اللي هي مسؤولة عنها معي بشرة علي عبر سكايب بشرة هي مسؤولة كردية بشرة مساء الخير أهلاً فيكم مساء الخير وأهلاً وسهلاً فيك معنا نحن سننضم لإلك بعد دقائق بس خلينا نشوف هيداً التقرير عن نساء مناضلات بالتاريخ وصولاً لليوم كتار من النساء حفروا اسمهم بذاكرة أوطانهم والعالم من خلال نضالهم بأكتر من مجال خدمة لقضايا آمنوا فيها تتعلق بالحرية والمعتقد وبمواجهة التنييز العنصري أو الظلم بكل أشكاله ونحن اخترنا لكم عين صغيرة من ليحة طويلة منبلش مع انديرة غاندي المناضلة بسبيل فكرة عدم الانحياز والدفاع عن البلدين الفقيرة بالعالم غاندي وهي أول امرأة بتتولى منصب رئاسة الوزراء كانت من المكافحين لتحقيق السلام العالمي ودفعت حياتها ثمن التزامة على يد متطرف من السيخ مدال الحب والسلام بيتجسد بالأم تريزا يلي كرست حياتها بالكامل للاهتمام بالأطفال للمشردين والعجزة والمرضى وحصت على جائزة نوبل للسلام عام 1979 وتم إعلان أداستها عام 2016 ننتقل لأونغ سانسوتي يلي قضت 15 سنة بالإقامة الجبرية بسبب إصرارها على رفع الصوت بوجه النظام العسكري الحاكم بميانمار فنالت جائزة نوبل للسلام لتسلمتها بعد 20 سنة من حصول عليها بعد ما خرجت من السجن بضغط دولة منقرب على منطقتنا وتحديداً على الجزائر مع قصة جميلة بوحيرت المناضلة يلي سيهمت بالثورة ضد الاستعمار الفرنسي بعد ما انضمت لجبهة التحرير الوطني والتحقت بصفوف الفدائيين وصيبت واعتقلت وعذبت وخرجت للحرية بعد تحرير الجزائر سنة 1962 وعام 2011 تم تكريم ثلاث نساء مناضلات الناشطة اليمنية توكل كرمان والليبيرياتان سالين جونسون سورليف والي مكفوي تسلمنا جائزة نوبل للسلام في العاصمة السويدية ستوكهولم تكريماً لجهودهن السلمية لك نساء في حل النزاعات وبإيران كانت شيرين عبادي أول امرأة بتتولى منصب آدي ببلادها وحصلت على جائزة نوبل للسلام عام 2003 لجهوده بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية وعلى وقع الصراع العربي الإسرائيلي برزت مناضلات من فلسطين منهم ليلى خالد يلي هو بهدف إطلاق المعتقلين ولفت أنظار العالم للقضية الفلسطينية كانت ليلى أول امرأة بتخطف طائرة أمريكية عام 1969 كما خطف الطائرة الإسرائيلية عام 1970 قدرنا إحنا كمان نخرق الأمن تبع إسرائيل بالنسبة لطائراتهم بدورة شاركة الفلسطينية دلال المغربي عام 1978 باختطاف باص تابع للإحتلال الإسرائيلي بتل أبيب واستشهدت خلال العملية يلي ظهر من بعده إيهود باراك بصورة عم بنكل بجثز الشهيدة بلبنان حاولت المناضلة سهى بشارة بال1988 أنه تغتال العميل أنطوان لحد سجنت بمعتقى لخيام وتعرضت للتعذيب وبعد إطلاقة سردة 1998 نشرت كتاب أحلم بزنزانة من كرز وبنسان 1985 نفذت لولا لياس عبود عملية استشهادية استهدفت دورية للعدو الإسرائيلي على مدخل بلدة الأرعون لولا تأثرت بالاستشهادية سناء محيدلة يلي اقتحمت بسيارتها تجمع لأليات جيش الاحتلال الإسرائيلي وفجرت نفسها وأوقعت خسائر كبيرة بصفوفه أنا الشهيدة سناء محيدة عمري 12 سنين مرتاحة كتير لأنني راح أنفذها العملية اللي اخترتها أنا لأنه عمقوب واجبة نحو أرضي تجاه شعبي وبلبنان كمان ولكن بالمقلب الآخر بوقتها نذكر جسلين خويري يلي ناضلت لسنوات وحملة السلاح للدفاع عن قضية ايمنت فيها وصارت مسؤولة عن النظاميات بحزب الكتائب وخادت المعارك مع رفيقاتها على معظم الجبهات إذن اللي شفناه هو نساء مناضلات عبر التاريخ ولكن قبل ما نفوت على سمر الحاج وكثير من اللبنانيات كل واحدة ناضلت على طريقتها سمر بيّنت بمرحلة معينة بمرحلة نضالية يعني كانت مصرة حتى النهاية إنها توصل بقضيتها إلى شاطئ الأمان هي مع توقيف واعتقال اللواء الحاج طبعا مع الضباط الأربعة كمتي الصوت الأعلى ما يزعلوا منا البقيين بس صوت سمر كان الصوت الأعلى اللي ما ترك مناسبة ما ترك منبر ما ترك مكان إلا محاول يوصل هيدا الصوت بس قبل ما نشوف مقتطفات من هذه المواقف ونحكي نحن وإياكي بهيدا الموضوع خليني انتقل مباشرة لعند بوشرة علي عبر سكايب بوشرة بدي أرجع حييكي أهلا بيكم شكرا خلينا نشوف تقرير عن نضالكم وارجع أنا وإياكي لأشوف آخر الأخبار اللي عندك أزياء العسكرية وأسلحتهم ما بتفرقهم مقاتلات كرديات بيتنقلوا من جبهة لجبهة بنات أخذوا أرارهم ودعوا أهلهم وانتقلوا للعيش بالجبال والمعسكرات سنة الـ 2015 لفتت المقاتلات الكرديات أنظار العالم من خلال محاربتهم لأكتر تنظيمات العصر إجراما خلال معارك كوباني وتمكنت من هزم داعش ومن قلب المعاناة والمقاومة كانت قصة ريحانة اللي قاومت حتى قبل آخر طلقة اللي احتفظت فيها لنفسها تما توقع بالأسر انتصرت النساء على الرجال بالمعارك إلا أنه جدائلنا المعقودة بتدل على تمسكهم بأنوستهم ورفضهم التشبه بالرجل تجربة المرأة بحزب العمال الكردستاني ما اقتصرت على القتال بالجبهات وإنما تخططها وصولاً لتحقيق المساوية التامة مع الرجل وبشمال سوريا استطاع الحزب من وضع قوانين نافذة بيمنع فيها الرجل أنه ينفرد بالرئاسة يلي لازم تكون رئاسة مشتركة مع المرأة كذلك منع الزواج التاني وزواج القاصرات تجربة المقاتلات الكرديات برهنت للعالم أنه المرأة هي اللي بتحدد موقعها وقدراتها ومش المعتقدات السائدة يعني اللي شفني بهذا التقرير بغض النظر عن من يوافقكم الرأي من يوافقكم العقيدة من يوافقكم على نضالكم هذا أو لا لماذا أنتم كنساء اليوم على الجبهات وما تركتوا هذا الموضوع مثل أنه موجود بالعالم أو متعارف عليه بالعالم للرجل أن يقوم بالدور القتالي القمع اللي بتعرض له الشعب الكردي الضحية الأولى له هي المرأة الكردية بالتالي هذا القمع لحتى نقدر نسد طريق أمامه فلابد من حمل السلاح وهيدي مش حباً بالسلاح ولا حباً بالحرب وإنما هو أمر واقع لسد الطريق أمام هذه الغروب الوحشية اللي متعرض لها المرأة ذاتها القوية تستطيع أن تصمد وما تزال تصمد في هذه الحرب الشعواء المفروضة علينا النساء الكرديات الموجودات في روجاغا وأنا الآن في روجاغا تقوم بدور طليعي في الحرب ضد داعش الإرهابي الظلامي مثل ما تقود هذه الحرب أيضاً وترودها في كردستان تركية اللي نحن منقلها في كردستان باكور أنتم فصيل نسائي فقط يعني ما معكم ولا أي معاون أو معاونين من الرجال في قوات عسكرية نسائية بانتياز بدء من القيادة وحتى القاعدة كلها نساء هم اللي بيحطوا القرارات وهم اللي بيتخذوا القرارات هم اللي بيحطوا التكتيكات بيرسموا الاستراتيجية اللازمة ولكن إلى جانبهم أيضاً هناك قوات عسكرية مختلطة تلعب المرأة الكردية فيها أيضاً دور ريادي وقيادة بنفس الوقت في الجبهة الأمامية وعلى جميع الأصعي دي قضية ريحانة الشهيدة ريحانة التي هزت العالم وهزت البشرية هذه المناضلة المقاتلة حتى آخر رصاصة فاحتفظت لنفسها برصاصة أخيرة أطلقتها على نفسها كي لا تقع في الأسر كم من ريحانة في بصفوفكم؟ المئات رح أقول إذا لم يكن هناك طبعاً الألاف من مشاريع أو مشروع ريحانة هناك الكثير هناك المئات من الريحانات الكرديات طبعاً مع ثورة روج آبا ظهرت الكثير من أمثال ريحانة هناك آرين ميركان مثلاً التي قامت بعملياتها الفئرائية وقالت لن يدخل داعش إلى مدينة كوباني إلا على جثتي أنتو اليوم كسيدات أين الزواج بحياتكن؟ أين العائلة بحياتكن؟ وأنتو اللي نزرتوا نفسكن إن كنت تبقوا على الجبهات؟ اسمح لي نحن عم نحكي عن قضية وطن مستعمر وطن محتل وعم نحكي إلى جانبك عن قضية امرأة أو قضية المرأة التي هي يعني لا تعترف بالحدود بصراحة فوق الحدود وفوق القومية وفوق الأوطان كلياتها يعني نحكي عن قضية شائكة جدرية تاريخية تمتد بجدورها إلى خمسة آلاف سنة فلابد من وجود بعض التوادر الذين ينظرون أنفسهم لهذه القضية الزواج يكون زواج مع الوطن مع القضية الأولاد هو عدد أفراد هذا الوطن والعائلة تتكون من كل الشهداء ومن كل من وهب نفسه لهذا الوطن وكل من شارك بهذه الدرجة أو تلك تحريف هذا الوطن فبالتالي أنا متزوجة من قضية كبيرة تشمل كل أرجاء العالم باعتبار نحن نساء نساء قضية وحدة في كل أرجاء العالم وخاصة على صعيد الشاف الأوسط أنا ما بحس حالي غريبة أبدا من ستسمر مثلا ولا حتى من أي امرأة ناضلت في سبيل حريتها أو متعطشة لحريتها ما بحس حالي غريبة ضمن لبنان حتى باعتباره أيضا باعتبره وطن الثاني معنويا لأن هناك تجارب نسائية نضالية قيمة وثمينة في لبنان وهذا دايما كلام بقوله في كل مكان ما بشوف حالي أن عزبة باعتبار أنا عم بشتغل ليلة نهار لتلبية متطلبات أولادي وأطفالي اللي هنن كل الفتيات اللواتي يعولنا على نضالنا لبناء حياة حرة كريمة مشرفة عادلة نقدر نسويها لأطفالنا ولأجلانا المستقبلية ما في أحلى من هالعين وما في أحلى من هالزواج هيدا بشرة علي ما في أستيسوني أني وجهلة تحية للست بشرة وتحية لكل المناضلات العظيمات اللي نحن بنفتخر فيهم من لبنان المقاوم الحقيقة أنها تذكرني عيدا شرف كبير شكرا لبشرة علي منتمنى لها يعني الله يحميها ويحمي كل رفاقة ورفقيتها خلينا نرجع لقصة النضال الإمرأة المناضلة اللي وعيت حسّت حالها أنه يجب أن تكون مناضلة بعد الفاصل أنت قلت لن أبكي إلا فرحة الحمد لله هلأ عم ترجعي تبكي كيف تبكيكي هلأ آآ بات كيف تتحولت سمر الحاج لمناضلة يا بنهار يا بوقع يا بعمل شي أنت كيف شكري لواء الحاج؟ أنا بعرف من فطلعت وحطت إيده عقيدي أو من غمرك ومين أخذين؟ لحظة ببراءة الليوائي بدنا الحقيقة بدنا نعرف من قتل هؤلاء منحب نقول للي حلّلوا ذم الأمات والأخوات والأمهات إما إقامة الدليل وأما إخلاء السبيل نحن منطالب وزير داخلية توقف هاي المهزلة لابد من إخراج صرحة من كل القانونيين في هذا البلد نحن نطالب بمقاضات القضاء ومحاسبة القضاء على كيفية تهريب شهود الزور ومن اللهم من يقف وراء هؤلاء الشهود الزور نحن منقل لكم كذبة اعتقال هؤلاء الضباط بدنا تنكشف قريباً بإذن الله ثلاثة سنين وثلاثة شهور كافة نحن دايماً منخاف فأي شي بيصير نحن فوراً أنا بركض فوراً لأنه بتالفن وبحكي مع الضابت وما يأخذني ما قللي ساقة فيون جيتا أخذ ورقة من زوجي بيخط إيدو بالساعة هلأ ثمين ونص يعني من شوية طي يقللي إنه هو بألف خير ما ما يعني اتصوري نحن هايدي الوسيلة الوحيدة اللي بنتطمن فيها على رجلنا ما بيلبقلوا اللي صار بدو يطلع هيدا الظلم قلو حد وبس يطلع ما لح يتركون بالقانون كراماتنا أولادنا أماتنا أمي اللي فتة بدنا نحاسبون بالقانون بدنا نسترجع حقنا وبعتقد الحساب عسير وبالقانون بدو يكون بيننا وبينون ما لح نتركون لو ضل بعمرنا نهار وعلي ما بالبال قالنا ما بحب أبكي أبدا أهو يعني في حال أوقات الوحيد بكي نحن بشعر بس هيدا نبا قوي لألنا وصمود بدي يكرر جملي قلتها يوم خروج طب بعض انتي قلت لن أبكي إلا فرحا الحمدلله ما بكيته إلا فرحا وهلأ عم ترجع يتبني يعني هلأ شو بكيكي هلأ اللي كان عم يبكيني قبل هيدا الشعور بالظلم بسرقة الأعمار بتشويه التاريخ قهر الإمات بتحس بالقسى الدمعة بتحرقك إذا نزلت بهذه اللحظة مش أحيب الوحدي نزل دمعة ده طبعا مش أحيب يمكن مثل رصاصة يمكن رصاصة بتقول إنه لا بعده الغضب موجود يعني إذا الدمعة بعده موجودة لأنه الحق ما رجع لأصحابه ولأنه الظلم بعده ماشي ولأنه بعد ما خلصت الدرب درب الجلجلي بعد ما خلصت ونحن ماشيين ومكفيين بعدها دايم مكملة درب الجلجلي بإذن الله بعد بس لنذكر رائي العام لأنه عنده هموم كتيرة نعم أهم منا بكتير بس نحن توقفنا أربع سنين بدون إتهام وبدون محاكمة وتركنا للحرية يعني ما نحكمنا لنتبرق تركنا للحرية وفيما بعد عدنا شي خمس سنين بيتصرف وزارة الداخلية وهلأ من تقريبا سنتين ونص زوجي قاعد ولهلأ ما سمعنا كلمة ما تأخذونا غلطنا معكم وقفناكم بالغلط لأ أنت مقدرة تسمعيها لأ الحقيقة أنا مناطرة هي أبدا لأنه هاي ما بتردلي حقي وأنا ما عم فتش ع حقي شخصي أنا عم فتش ع حق شريحة كتير كبيرة بالبلد كيف تحولت سمر الحج لمناضلي؟ أنا بعتبر أنه ملامسة الأزمات والجروح هايدي شغلي سبق ومرأت فيها بس أنا ما توقعت أبدا ولا بلحظة ولا بأضغاص أحلامي أنه زوجي يفوت على الحبث أو يتم إتهامنا بشغلي هالأبد كبيري أو يتم حطنا بالسجون وتشويه صورتنا ونصير قتلي لا أنا ما توقعت فيك أنا كنت بتمنى ناضل بأماكن أخرى من على أبواب السجن للمراجع الدينية للمراجع السياسية للمنابر الإعلمية يعني كان صوتك العالي للمكان حدا يقدر الحمد الله يعني سكته الحمد الله كيف أخدتي هيدا هيدا القرار يعني؟ ما أخدته هو كان يا بنهار يا بوقع يا بعمل شي يعني وأنا الشعور بالعجز ما ربي تعليه الإتهام صار بالإعلام وصار اللعب على الرأي العام نص البلد قاتل نص مقتول فبدك الدوية بالداء فكان ضروري نصرخ معاية نقول يا عمي وين رايحين وين أخدين هل شكيت اللي لحظة ببراءة اللواء؟ أبدا أبدا ولا لحظة ما رأيت هيكش فكرة براسك للحظة اللحظات أبدا يا عمي باركي بدي شك بحالي ساعتها لما طلع يعني شكرا اللي قالك إيها كيف يعني اليوم في كتير ناس عندهم تاريخ بهذا الموضوع وقفوا وقفات طويلة حد رجالهم سياسيين من دول يعني من الدول العالم حتى لبنان أنت كيف شكرك لواء الحاج يعني كيف قالك شكرا على اللي عملتيه معي على وقفتك معي على عدم تخليكي عني عن هالصوت العالي اللي كان مش بس صوت لإله لكن رفاقه اللي كانوا موقفين معه هو كل لحظة بيكفقني كل لحظة بيكرمني أنا بعرف من تطلعته من حطت إيده عقيدي أو من غمرته من طريقة كلامه عني مع الأولاد ومع الأصدقاء ومع شو أحلى كلمة سمعت إيا منه تقديرا لما قمت به؟ يعني أنا الضلع الوفي السند العاسي أصلا أنا اتكافيت بصلابته بأسره يعني علي ما خزلني داخل أسره علي كان هالقد كل يوم عم بيقول للكل أنه هو لا يمت لهز القضية بصلة بصموده بوقفته الآسية هل أغفلته كتاب السياسي إلى الأبد؟ لا أبدا بالعكس كتابنا بعده مفتوح لأنه قضيتنا مخلصة الظلم بعده قائم لا غير القضية هل ممكن يكون بعد في عندكم مثلا تترشعوا على الانتخابات ترجعوا تتركوا على الحياة السياسية ولا خلص؟ هلأ هو حق مشروع حق مشروع طبعا بس اللي فيه براسه عقل بهيدا البلد وبيشوف أنه النسبية هي حلم مستحيل بهيدا البلد بيكبر عقله نحن طموحنا أنه فيه فترة ظلمية مرأت على البلد مش علينا ما تم محاسبة حدا عليها لازم حدايب حاسب حتى بتعرف تنكون عم نحكي بلسان الجميع صح فيه فترات ظلمية مرأت عليكم وعنا غيركم يعني على من يوافقكم من الرأي السياسي والخط السياسي وعلى من يعارضكم من الرأي السياسي بس ما حدا تحاسب يا ريتك تعمل حلقة ترجع فيها لورا نرجع بالزمان لورا أنه لو صار محاسبة بذاك الوقت وبذاك الحين هل كنا نحن وصلنا أنه التاريخ يعيد نفسه بالظلم بعدم المحاسبة بعدم المسائلة مرة حدا قال لي هيك نحكي بموضوع يبدو هناك عرف بلبنان صار عرف ما في حدا بحاسب حدا مضبوط فيبدو صار نوع من العرف أنا بدي أتشكرك جدا جدا بس أنا بدي أتشكرك جدا بس أنا بدي أتشكرك أنه الحقيقة أنت من الليلة كتير اللي أنا فتحولي باب أرجع أحكي بالموضوع وأنا بشكرك على تكريمي بإعتباري مناضي اللي أنا كتير بشكرك أنا بدي أتشكرك ووصل لهون بختم حلقة الليلة إلى اللقاء بحلقة جديدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر